اهلا وسهلا بكم الى موجز الاخبار استقبل رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك سفير جمهورية فرنسا الصديقة لدى بلادنا جام ماري بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي سفيرا لبلاده لدى اليمن عقب تقديم اوراق اعتماده الى فخامة رئيس الجمهورية وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بسفير جمهورية فرنسا الصديقة متمنيا له التوفيق في مهام عمله الدبلوماسي بؤكدا ان الحكومة ستعمل على تقديم كافة اوجه الدعم والتسهيلات للقيام بمهامه في استمرار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات وناقش اللقاء مسجدات العوضاء على الساحة الوطنية ووجهات النظر حول عدد من القضايا على ضوء الموقف الفرنسي الثابت في دعم الشرعية والشعب اليمني شن أبطال مقاومة الحميقان هجوما مباغتا على مواقعها أما كانت تحتلها ميليشيات الحوثي في مدينة الزاهر بمحافظة البيضاء وأكدت مصادر محلية أن أبطال مقاومة الحميقان شنوا هجوما مباغتا على مواقع الميليشيات الحوثية في جبهة الجماجم بمدينة الزاهر تمكنوا خلاله من السيطرة على مثلث الجماجم بعد فرار عناصر الميليشيات أسقطت قوات الجيش طائرة بدون طيار أطلقت ميليشي الحوثي الموالية لإيران شمال محافظة الجوف وقال مصر العسكري أن وحدة قتالية تابعة للجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة الميليشيات الحوثية بجبهة الظاهر في مرتفعات القذاميل رصدت القوات المشتركة أحد عشر طائرة استطلاع الحوثية في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة في إطار تصعيد الميليشيات للهدنة الأممية وقال مصدر العمليات في القوات المشتركة أن طائرات الاستطلاع الحوثية البالغ عددهن 11 طائرة تم رصدهن في منطقة الجبلية ومركز مدينة التحيطة ومدينة حيس جنوب الحديدة يذكر أن القوات المشتركة كانت قد رصدت يوم أمس 13 طائرة استطلاع الحوثية في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة استشهد مدنيان بقذائف أطلقتها ميليشيات الحوثية على حي نادي الأهل وسط مدينة تعز وقال مصدر محلين القذائف التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية أدت إلى استشهاد الكابتن ناصر الريمي لاعب نادي طريعة تعز سابقا ونجله أثناء تواجدهما بساحة النادي وتستمر الميليشيات الحوثية في محاصرة تعز وتستهدف المدنيين بين الحين والآخر بمختلف الأسلحة مخلفة قتل وجرح أغلبهم من النساء والأطفال استشهد مدنيين بانفجار لغم من أزرعات ميليشيات الحوثي بمدينة نهم شرق صنعاء وقالت مصادر محلية إن شاب حامد عزيز الحنيشي استشهد بانفجار لغم حوثية أثناء عمله في مزرعة بمنطقة سد ضبوع تابعة لمدينة نهم وتسببت الألغام التي زرعتها بيليشيات الحوثي في مناطق مختلفة بمدينة نهم في مقتل وإصابة العشرات فيما تحولت مناطق واسعة من المديرية إلى حقول ألغام وتشير تقارير حقوقية إلى مقتل نحو ألف شخص جراء انفجار الألغام العرضية في مختلف محافظات اليمن في الختام أدمتم ودام الوطن بألف خير وإلى اللقاء